أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة العمل على افتتاح المرحلة الأولى من مستشفى 500-500 خلال المرحلة المقبلة وخلال اجتماعه لمتابعة الموقف التنفيذي لمنشآت المعهد القومي الجديد للأوراق بالشيخ زايد مستشفى 500-500 أكد أن المستشفى يمثل مشروعا ضخما يتم تنفيذه بالتعاون مع المجتمع المدني وموجها بضرورة الالتزام بالجداول الزمنية واتباع أعلى معايير الجودة في تنفيذ العمل